اهلا اهلاً عمليوني اخباركم ايه، حلقة جديدة من حكاوة امور لعب الجنباز احنا في الفترة الجاي هنشاء الله بإذن الله هنبتدين يعمل فيديوهات احنا نجاوب على اسئلتكم. انا بالنسبة لي في حكاوة لعب بحكم خبرتي في لعبة الجنباز. ان شاء الله بإذن الله في الحاجات الفنية خاصة بقى لعب الجنباز الفنيا ولا الايوروبك ولا الاقاعي ولا الترمبلين ولا حتى ده تغذيه وده ت نفسين رياضيين أنا تواصلت مع ناس مدخصصين وهم أبدوا مساعدتهم لنا إن شاء الله بإذن الله في الأسابيع الجاية إن شاء الله بإذن الله هنحاول نعمل بوست أسئلة وعجوبة وإنتوا كلكم تقولوا الأسئلة هم إن شاء الله بإذن الله هيتطلعوا لا إما يجاوبوا عليها في الكومنتات لا إما يجاوبوا عليها فيديو إن شاء الله سريعا سريعا بقى هنخش على سؤال النهاردة حد بعاد لي بيقول لي أنا ابني لايما بيطلع أول لكن بعد ثلاث سنة وربع سنة يعني بعد مرحلة مساعدة عشر وتحت عدواشر ما بقاش موجود وبياخد ماتيليا برونز مع إنه كان بياخد ده في الأول كل حدر أقوله بحكم الخبرة يعني في الأول البطولات متبقى مهرجانات فالتحكيم مش بيبقى ميزيك قوي فلي بيبقى عنده ستايل مش كويس بينجح لكن اللي بيحاول يحافظ على ستايله وبيدخونه ويقع ساعتها ده بيرقى بقطر سبعة لترتك كده وبإيه بيرجع ورخص في الترتيب يعني مثلا على سبيل مثال واحد دخل على المتوازي بيعمل بالانس كده فما مسكش دهره فأفور فنقص درجة تمام؟ أو نقص نص درجة حسب السن ده لكن واحد واقف بالانس عامل كده مخبي بقى عامل كده عشان ما يقعش هو ذكي لكن حيتعود على كده حييجي بعد كده في البطولات الجاية دي خصومات يعني لو عمل كده واقف بالنسب له أحسن طيب واحد في الفلانكات بيروح يفتح فلانكة فتح جسمه قوي فمن قطر فتحته راح يده خانته وقع ده برضو ما بقاش حلو بقى مين الحلو اللي هو بيحمل فلانكة كده وتاني وركبه وكابوريا كده ومعدي وكسة كلها بس المهم هو عدة والدنيا فده بيتخيله مثلا ممكن ياخد درجاء أكتر منه فبالتالي اللي بيحافظ على ستايله في الفترة الصغيرة دي أو في فترة 30 أول أقع زي ما انت عايز أنا دايما نقول للناس أقعوا حافظوا على ستايل أقعوا عملوا زاوية شدوا ركابكو بص أقعوا لكن طالما تتعلمت صح الفكرة كلها احنا الجنباز من وجهة نظر كده العاملة زي البازل تمام هلازم تتكون صح نفهم أصلي هنمكعبات كده فوق بعضها لو البيز ما كانش صح كله هتردب عليه بقى بالصح والحركات هتبقى حركات مترجبة على بعضها فبالتالي لو حركة أولا ما طلعتش صح 100% الحركة التانية مش هتطلع صح ولو الحركة التالتة مش هتنفع تعمل أساسا فأنا أدرككم بس المثال عن جهاز المتوائز مثلا ومجهاز الحسان الحلق على أساس أقول لكم في السن الصغير ده ساعات الستايل ما بيفرقش لكن في السن الكبير بيفرق وبيفرق كتير قوي يا رب أكون جابتكم على سانة إن شاء الله بإذن الله وانتظروا حلقات جديدة فيها أجابات كتيرة من واحد محب الجنباس خالص مش كابتن نهائي لكن إن شاء الله بإذن الله كابتن كتير وعدوني اللي هم حيساعدوني ومحتاجون معلومة بقى من الناس اللي هم أساد زي السلام عليكم